اشتركوا في القناة كل مسالك الشعب العلمية والتقنية والأصيلة كما تلاحظون هنا إذن هذا هو النص الذي سنشتغل عليه وسنذهب إلى أسئلة الفهم خمسة عشر نقطة لأن هناك دائما خمسة عشر نقطة خاصة بأسئلة الفهم ويقولون لك هنا يعني أجب على جميع الأسئلة انطلاقا من النص ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه أنت لست في حاجة لمراجعة أي شيء لكي تحصل على خمسة عشر نقطة ما ينبغي عليك فعله فقط هو فهم الأسئلة والتعرف على بعض الاستراتيجيات للإجابة على أسئلة الفهم وهذا ما سوف أوضحه لك انطلاقا من هذا الفيديو إذن لنبدأ بقراءة نص مع الترجمة العربية سنبدأ بالفقرة الأولى تقول رجاء فتيحي 25 يعني رجاء فتيحي في عمر الخمسة وعشرون سنة حلمت بأن تصبح طبيبة نجحت في الامتحان الوطني بشرف أو الامتحان البكالورية بشرف وكانت تستعد بكل ثقة لبداية دراستها في المجال الطبي أو في الدراسات الطبية في أحد جامعات الدولة لكنها لم تكن تعرف أن الحياة وضعت مخططات أخرى لها هنا هذه الكلمة فهي تعود على رجاء فتيحي من طبيعة الحال يعني سبع سنوات قبل يعني سبع سنوات قبل فقدت استعمال أرجلها أو رجليها في حادثة بشعة أو حادثة خطيرة الفقرة الثانية تقول يعني تجاوزت صعوبات إعاقتي لكن أحلامي المنكسرة لا زالت تزعجني رجاء استمرت في الحديث أو في الكلام يعني كنت مستعددا لاستقالة الحافلة في كرسي المتحرك ويلتشير يعني الكرسي المتحرك لكن النقل العمومي لا يوفر الولوج للأشخاص مثلي أو للناس مثلي مثله مثل البنايات العمومية لأننا نعرف أنه مثلا في المغرب لا يمكن للأشخاص المعاقين الذين يستقلون مثلا الكرسي المتحرك أن يستقلوا الحافلة أو أن يأخذوا الحافلة أو أن يصعدوا إلى البنايات العمومية يعني مستقبلي حطمة أو انكسرة ليس بسبب الحادثة لكن بسبب أن الأشخاص المعاقين هم مهمشون يعني مهمشون من طرف الحكومة الفقرة الثالثة تقول يعني هذه الأيام يعني رجاء تقضي وقتها في القراءة وتصفح الأنترنت the only pleasures left to her in life يعني الرفاء هي الوحيدة أو المتعة الوحيدة التي بقيت لها في هذه الحياة لأنها لا تستطيع أن تفعل شيئا إلا قراءة الكتب reading and surfing the web وتصفح الأنترنت she can go out when her grandfather is available يعني يمكن لها أن تخرج أو تستطيع أن تخرج عندما يكون جدها متوفرا available تعني متوفر to carry her up and down the steps لكي يحملها عند صعود أو عند هبوط الأدراج she thinks that the government should be responsible for integrating disabled people into society تعتقد أن الحكومة ينبغي عليها أن تكون مسؤولة عن إدماج integrating يعني إدماج integrating disabled people into society يعني إدماج الأشخاص المعاقين في المجتمع ثم هنا تقول I've lost the use of my feet يعني فقدت استعمال رجلي not the use of my brain ليس استعمال عقلي يعني فقدت استعمال رجلي ولكن لم أفقد استعمال عقلي رجاء السيز يعني رجاء تقول with tears in her eyes يعني بدموع في عينها tears تاني الدموع in her eyes يعني في عينها الفقرة الرابعة تقول both disabled people and their families are forced to face difficulties on a daily basis يعني كل من الأشخاص المعاقين وعائلتهم وعائلاتهم هم مجبرون على مواجهة الصعوبات كل يوم on a daily basis تاني في كل يوم the government is working to change the situation يعني الحكومة تعمل على تغيير هذه الوضعية أو هذه الحالة the situation الوضعية أو الحالة the minister for social development has often publicly stressed the need to reinforce and expand the rights of disabled people يعني وزير القسم الاجتماعي أو التطور الاجتماعي has often publicly stressed يعني في بعض الأحيان يعني عالنياً أكد the need to reinforce and expand the rights of disabled people يعني أكد على ضرورة تعزيز وتقوية حقوق الأشخاص المعاقين we don't need a charity approach يعني نحن لسنا في حاجة إلى مقاربة خيرية أو نحن لا نحتاج إلى مقاربة خيرية we need a law which respects international conventions and universal principles of human rights يعني نحتاج إلى قانون law يعني القانون which respects international conventions الذي يحترم الأعرافة الدولية and universal principles والمبادئ الكونية أو الضوابط الكونية of human rights لحقوق الإنسان the minister said يعني الوزير قال الفقرة الخامسة one official at the ministry يعني أحد الأطور في الوزارة agrees that the current laws يعني اتفق أن القوانين الآنية current يعني الآنية laws القوانين are incomplete يعني ليست كاملة and do not deal with the problem of disabled people as a whole ولا تتعامل مع مشكل مع مشكل الأشخاص المعاقين ككل he admits that Morocco still has no policies in place to allow these citizens to enjoy full rights to housing, education, work and accessibility يعني يقر أن المغرب ليس لديه أي سياسات التي تسمح لهؤلاء المواطنين يعني من هم هؤلاء المواطنين من طبيعة الحال هم الأشخاص المعاقين to enjoy full rights يعني الاستمتاع بالحقوق الكاملة في housing, second education التعليم والتربية work, العمل, accessibility and accessibility يعني والمواصلات إذن هذا هو موضوع النص يتحدث عن الأشخاص المعاقين ويعطي مثال بهذه السيدة رجاء فتيحي في سن 25 سنة كمثال إذن الآن سنمر إلى أسئلة الفهم سنقرأ الأسئلة جيدا وسنتحدث كذلك عن طرق الإجابة على هذه الأسئلة انطلاقا من النص إذن السؤال الأول يقول معديرة choose the right answer from the list given يعني يختار الجواب الصحيح من هذه اللائحة التي أعطيت لك هنا the text is about يعني النص هو حول ماذا أولا social integration in Morocco يعني الإدماج الاجتماعي في المغرب من طبيعة الحال لا هذا الجواب فهو خطأ لأن النص لا يتحدث عن الإدماج الاجتماعي هي من rights in Morocco يعني حقوق الإنسان في المغرب لا من طبيعة الحال لا يتحدث عن حقوق الإنسان في المغرب وهنا disabled people in Morocco يعني الأشخاص المعاقين في المغرب إذن هذه هي الإجابة الصحيحة لماذا؟ لأن أصلا في هذا الجواب فتوجد لدينا disabled كما تلاحظ disabled أو disabled people بالأحرى disabled people وتعني الأشخاص المعاقين وإن عدنا إلى النص سوف نجد أن كلمة disabled people تكررت داخل النص العديد من المرات إذن the answer is disabled people in Morocco هذا هو العنوان المناسب للنص أو موضوع النص عامة فهو disabled people in Morocco أو الأشخاص المعاقين في المغرب الآن نمر إلى التمرين الثاني يقول هذا السؤال دائما يُعطى في كل امتحان وطني ويقول هل هذه الجملة صحيحة أم خاطئة؟ علل جوابك الجملة الأول تقول رجاء wanted to study medicine in a foreign country يعني رجاء أرادت أن تدرس الطب في أحد الدول الأجنبية هنا في foreign country هل هي أرادت أن تدرس الطب في أحد الدول الأجنبية؟ من طبيعة الحال لا يعني هذه الجملة فهي خاطئة كيف ذلك؟ سنعود إلى النص لكي نوضح الإجابة إذن داخل النص هنا في الفقرة الأولى لدينا هذه العبارة الجملة تبدأ من هنا في الحقيقة she passed the baccalaureate exam with honors and was confidently preparing to start her medical studies at one of the country's universities إذن أرادت أن تدرس الطب في أحد الجامعات بالدولة ليست الدولة الأجنبية ولكن the country's universities يعني أحد جامعات هذه الدولة إذن هذه هي الإجابة الصحيحة لأن الجملة هنا قالت أنها أرادت أن تدرس الطب في أحد الجامعات الأجنبية من طبيعة الحال لا إذن سأكتب هذه الجملة كتعليل على إجابتي يمكن لي من طبيعة الحال أن أنقل الجملة كلها كما هي بداية يعني إن كنت لا تفهم النص أو لم تفهم النص في الانتحال الوطني يمكن لك فقط تنقل هذه الجملة كما هي ربما قد تسألني كيف سأعرف أن الجملة هي الجملة الصحيحة لمعرفة الجملة الصحيحة ستلاحظ الكلمات المفتاح داخل السؤال الكلمة المفتاح هنا داخل السؤال هي country وإن بحثت في النص عن كلمة country ستجدها في جملة واحدة داخل النص الجملة الوحيدة التي توجد فيها كلمة country هي هذه الجملة والجملة دائما تبدأ في النقطة وتنتهي في النقطة إذن حتى وإن كنت لا تفهم السؤال ستبحث عن كلمة المفتاح في السؤال وهي country وتوجد في هذه الجملة إذن ستقوم بنقل هذه الجملة كلها في الإجابة وستكون إجابتك صحيحة مئة بالمئة أنا فقط أنا سوف أكتب الإجابة الصحيحة مباشرة كما تلاحظ فأنا كتبت الجملة كما هي إلا أنني كتبت هذا الشيء فقط لأنني لا أريد أن أكتب الجملة كلها أنت في الامتحان الوطني من طبع الحال يمكن لك أن تكتب الجملة كما هي وستكون إجابتك صحيحة إذن هذه أحد الإستراتيجيات التي نستعملها للإجابة على أسئلة الفهم في الامتحان الوطني بالنسبة لفورين يعني ربما لم تفهم ما معنى فورين سوف أوضح لك هذه الكلمة لأنه في الحقيقة ينبغي عليك في سنة الثانية باكالوريا أن تعرف معنى كلمة فورين وتعني أجنبي لماذا؟ لأننا نستعملها في كلمات مركبة مهمة نقول native language في معجم التربية والتعليم native language تعني اللغة الأم ونفسها مثل mother tongue يعني نفس المعنى mother tongue كذلك تعني اللغة الأم وضدها هو فورين language ما ذرى؟ فورين language فورين language هو لغة أجنبية فورين language إذن هنا يمكن أن تعرف كلمة فورين تعني أجنبي إذن من المهم جدا أن تعرف كلمة فورين لأنك تدرسها في معجم التربية والتعليم في سنة الثانية باكالوريا لذلك كما تلاحظ فهم لا يعطون كلمات أنت لم تدرسها من قبل دائما يعطون كلمات تبقى لك ورأيتها إما في قواعد لغة أو في قراءة نص إلى غير ذلك أو في المواجهة إذن فورين language أو فورين language تعني اللغة الأجنبية وفورين كنتري كما تلاحظ هنا فورين كنتري تعني دولة أجنبية الآن سنمر إلى الجملة الثانية تقول يعني النص المعاقين لهم مشاكل في استعمال النقل العمومي هنا الكلمة المفتاح هي نقل عمومي public transport إذن هل هؤلاء الأشخاص لهم مشاكل في استعمال النقل العمومي؟ من طبيعة الحال لهم مشاكل في استعمال النقل العمومي إذن هذه الجملة فهي صحيحة سنكتب true وسنبحث عن public transport داخل النص وسوف نجدها دعني أرى أين في أي اتفاقرة توجد public transport توجد هنا إذن هذه هي الكلمة public transport إذن كما قلت إن لم تفهم السؤال يمكن لك أن تكتب هذه الجملة من هنا وتنتهي هنا إذن يمكن لك أن تكتب الجملة كما هي وستكون إجابتك صحيحة لماذا مرة أخرى؟ لأنه في السؤال الكلمة المفتاحية public transport وذكرت فقط في هذه الجملة إذن ستكتب هذه الجملة مباشرة وهناك 99% أن إجابتك ستكون صحيحة الآن بالنسبة لنا فنحن فاهمنا النص أصلا والجملة تقول يعني من طبع الحال نعم فلهم مشاكل في استعمال public transport وإن عدنا إلى النص سنجد أن الجملة تقول هنا يعني النقل العمومي لا يوفر ولوجا للأشخاص مثلي إذن من طبع الحال هذا مشكل إذن سأكتبها مباشرة هنا سأكتبه لاحظ أنني كذلك كتبت بقية الجملة حتى وأنها ليست مهمة ولكن في هذه الإجابة يوجد الجواب الصحيح إذن ستعتبر إجابة صحيحة في الامتحار الوطني لأنه حتى وإن كتبت مثلا جملة طويلة جدا وتحتوي على الإجابة الصحيحة فنحن نعتبرها عند التصحيح أنها إجابة صحيحة نمر إلى التمرين أو الجملة الثالثة يعني رجاء تحتاج إلى مساعدة من جدها للخروج هنا لدينا كلمة grandfather يعني كلمة الجد ذكرت مرة واحدة داخل النص أولا سوف نلاحظ معنى هذه الجملة يعني رجاء تحتاج إلى مساعدة من جدها لكي تخرج من طبيعة الحال فهي إجابة صحيحة أو جملة صحيحة سنكتب true يعني صحيح وسنبحث عن الإجابة أو عن التعليل داخل النص إن بحثنا عن كلمة grandfather سنجدها في الفقرة الثالثة مباشرة هذه هي المرة الوحيدة التي كتبت فيها كلمة grandfather مرة أخرى إن لم تفهم الإجابة يمكن لك كتابة هذه الجملة من هنا لأن الجملة دائما تبدأ في النقطة وتنتهي في النقطة معدرة ليس من هنا الجملة تبدأ من هذه النقطة كما تلاحظ هنا she can وتنتهي في النقطة سنتنتهي هنا إذن يمكن لك كتابة جميع هذه الجملة وإجابتك 100% فهي صحيحة لأن الجملة تقول she can go out when her grandfather is available to carry her up and down the stairs يعني تستطيع أن تخرج عندما يكون جدها متوفرا لكي يحملها عندما تسعد أو تنزل في الأدراج إذن هذه هي الإجابة الصحيحة سأذهب مباشرة إلى الجملة وسأكتب she can go out when her grandfather is available to carry her up and down the stairs لاحظ أنني كذلك كتبت الجملة كما هي لم أغير أي شيء والإجابة صحيحة 100% إذن هذه أحد الاستراتيجيات للإجابة على أسئلة الفهم دائما نبحث عن الكلمات المفتاح في السؤال ونعود إلى النص ونبحث عن تلك الكلمات نفسها ونقوم بنقل تلك الإجابات مباشرة وهناك 99% أن إجابتنا تكون صحيحة حتى وإن لم نفهم النص الآن سنمر إلى التمرين الثاني من تمارين أسئلة الفهم ويقول answer these questions يعني أجب عن هذه الأسئلة انطلاقا من النص هذه الأسئلة لدينا هنا how يعني كيف لدينا what يعني ماذا ثم لدينا كذلك what تعني ماذا بالنسبة لمثل هذه الأسئلة ينبغي عليك أن تعرف هذه الكلمات التي نستعملها لطرح السؤال سوف أكتبها لك هنا لأن هناك بعض الكلمات يعني متداولة أكثر وينبغي عليك أن تعرفها جيدا عندما نقول who تعني من إذن نبحث عن الأشخاص عندما نقول when تعني متى إذن نبحث عن الوقت أو التاريخ عندما نقول where تعني أين إذن نبحث عن المكان وعندما نقول why تعني لماذا نبحث عن السبب عندما نقول what تعني ماذا هنا تختلف الإجابات من طبيعة الحال وهو تعني كيف إذن تذكر جيدا خصوصا هذه الكلمات التي هي بسيطة جدا لأنه في بعض الأحيان في مثل هذه الكلمات تكون الإجابة بكلمة واحدة مثلا إن قلنا who تعني من يعني نبحث عن اسم شخص فقط داخل النص وwhen نبحث فقط عن التاريخ أو الوقت لأن when تعني متى وwhere يمكن كذلك أن تكون الإجابة بكلمة واحدة لأن where تعني أين إذن نبحث فقط عن المكان بالنسبة لهذه الكلمات فهي مختلفة نسبيا لأن y تعني لماذا إذن نبحث عن السبب والسبب يمكن أن يكون جملة وكذلك what وكذلك how بالنسبة لwhat تعني ماذا وhow تعني كيف إذن في الجملة الأولى لدينا هنا how did raja become disabled يعني كيف أصبحت معاقة كيف أصبحت رجاء معاقة من طبيعة الحال هنا إن عدنا إلى النص سوف نجد أن رجاء كانت معاقة بسبب ماذا؟ بسبب accident يعني بسبب الحادثة هنا لدينا accident يعني إن كتبت فقط كلمة accident في ذلك الفراغ فإجابتك صحيحة 100% لأنك أجبت على السؤال لأن رجاء أصبحت معاقة بسبب الحادثة ويمكن لك أن تكتب هذه الجملة كلها يعني الجملة كلها التي تحتوي على كلمة accident يعني سأكتب هنا سأكتب she lost the use of her legs in horrific car accident يعني فقدت رجليها في حادثة سيئة جدا horrific تعني بشعة أو very bad يعني خطيرة جدا ويمكن كذلك أن نكتب مثلا horrific car accident مباشرة أو فقط car accident أو فقط كلمة accident ستكون الإجابة صحيحة نمر إلى الجملة الثانية تقول what does raja enjoy doing now يعني ماذا تستمتع به رجاء أو ماذا تستمتع بفعله الآن يعني الآن تقوم بفعل شيء ما ما هو ذلك الشيء؟ إن عدنا إلى النص سنجد أنها تفعل شيئا في وقت فراغها وهو هنا these days she spent her time reading and surfing the web هنا لدينا the only pleasures left for her in life يعني ماذا تفعل الآن؟ تقوم بقراءة الكتب وتصفح الأنترنت الإجابة توجد هنا these days raja spent her time reading and surfing the web the only pleasures left to her in life هذه الإجابة الصحيحة لأنها الآن فقط تقرأ الكتب وتتصفح الأنترنت إذن هنا سوف أكتب مباشرة these days raja spent her time reading and surfing the web the only pleasures left to her in life لاحظ أنني كتبت هذه الجملة مباشرة لم أغير فيها أي شيء إذن هذه كذلك طريقة الإجابة يمكن لك أن تكتب الجملة كلها وستكون إجابتك صحيحة نمر إلى الجملة الثالثة تقول what kind of laws do disabled people need according to the minister يعني ما هي أنواع القوانين التي يحتاجها المعاقين حسب الوزير هنا لدينا هذه الكلمة the minister يعني هنا يتحدث الوزير إذن سنعود إلى النص وسنبحث عن كلمة minister أي الوزير بالنسبة للفقرة الرابعة هنا سنجد minister for social development إذن كلمات minister فهي توجد هنا the minister توجد هنا ويقول the social we don't need يقولها هنا we don't need a charity approach we need a law كما تلاحظ we need a law يعني نحتاج لقانون كما تلاحظ هنا إذن أولا عندما وجدت كلمة minister هنا تأكدت أن الإجابة ينبغي أن تكون في الفقرة الرابعة إذن الآن حددت مكان الإجابة لأن كلمة minister ذكرت فقط في الفقرة الرابعة إذن حتى وإن لم أكن أفهم سأعيد قراءة الفقرة الرابعة مرات عديدة لكي أجد الإجابة المناسبة ولكن السؤال طرح بشكل واضح جدا what kind of laws do disabled people need هنا لدينا كذلك كلمة need كما تلاحظ هنا كلمة need إذن سنبحث عنها في النص وسنجدها في هذه الفقرة كما تلاحظ we need يعني نحتاج a law which respects international conventions يعني نحتاج إلى قانون يحترم الأعرافة الدولية and universal principles والمبادئ أو الضوابط الكونية of human rights لحقوق الإنسان ولدينا كذلك the minister said يعني كلمة the minister ذكرت أيضا هنا يعني الوزير قال يمكن لك كذلك أن تكتب يعني الجملة كلها انطلاقا من هذه النقطة إلى نقطة النهاية كما تلاحظ وإجابتك ستكون صحيحة مئة بالمئة ولكن أنا سأكتب فقط من هنا we need the law which respects international conventions and universal principles of human rights إذن أعتقد أن طريقة الإجابة واضحة جدا وكذلك هذه الاستراتيجية لإجابة كانت غير واضحة يمكن لكم طرح مزيد من الأسئلة في التعليقات أسفل هذا الفيديو نمر إلى التماري الأخرى من تماري الفهم وهي على هذا الشكل pick out from the text sentences or phrases which show that يعني أوجد داخل النص جمل أو عبارات تؤكد أن أو تظهر أن أولا رجاء was an excellent student يعني أوجد داخل النص جملة أو عبارة تؤكد أو توضح أو تظهر أن رجاء كانت تلميدة جيدة جدا excellent ولكن هناك تابلين لنا أوجد هذه الكلمة أو هذه العبارة أو هذه الجملة في الفقرة الأولى إذن سنبحث في الفقرة الأولى عن جملة تؤكد لنا أو تظهر لنا أن رجاء was an excellent student يعني أن رجاء كانت تلميدة مجتهدة جدا أو جيدة جدا إذن الفقرة الأولى من طبع الحال لأنهم حددوا الفقرة سنبحث في الفقرة الأولى هنا لدينا she passed the baccalaureate exam with honors يعني نجحت في الامتحان الوطني بكل شرف لاحظ هنا أن passed يعني نجح في إذن هذه الإجابة الصحيحة لأنه في الفقرة كلها الفقرة الأولى هذه هي الجملة الوحيدة التي تتحدث عن إنجاز رجاء ولكن الجملة الأخرى تحدث عن الحياة هنا لدينا but she did not know that life had other plans for her يعني لم تكن تعرف أن الحياة وضعت خطة أخرى لها لدينا هنا كذلك هذه الجملة seven years ago she lost the use of her legs in a horrific car accident يعني فقدت رجليها في حادثة خطيرة إذن هذه الجملة ليست مناسبة للجواب إذن الجواب الصحيح هو she passed the baccalaureate exam with honors يعني نجحت في الامتحان الوطني أو في امتحان البكالورية بشارة في دنزة أكتبها هنا she passed the baccalaureate exam with honors مرة أخرى لو أتممت الجملة إلى نهايتها فذلك ليس هناك أي مشكل مثلا لو كتبت الجملة من هنا حتى نهاية الجملة وهي هنا countries universities يعني حتى وإن كتبت كل هذه الجملة فإجابتك ستكون صحيحة أيضا أنا فقط أخذت الشق الذي أحتاجه من الجملة ولكن أنت في الامتحان الوطني إن كانت لديك مشكل في فهم النصوص يمكن لك أن تنقل الجملة مباشرة كما هي بدون أي تغييرات الجملة الثانية تقول رجاء thinks that the government does not care about disabled people يعني تعتقد أن الحكومة لا تهتم بالأشخاص المعاقين رجاء thinks that the government does not care about disabled people إذن الكلمات المفتاح هنا لدينا the government لدينا كذلك doesn't care about disabled people يعني أن الحكومة لا تهتم بالأشخاص المعاقين سنبحث عليها في الفقرة الثانية لأنهم كما تلاحظ هنا فهم كتبوا paragraph 2 يعني ابحث عن هذه الجملة في الفقرة الثانية إذن سنعيد إلى الفقرة الثانية وسنبحث عن جملة تؤكد لنا هذا الفقرة الثانية توجد هنا وسنبحث عن مثلا the government في هذه الجملة the government توجد في الجملة الأخيرة كما تلاحظ هذه الكلمة المفتاح إذن يمكن لي أن أكتب الجملة كلها انطلاقا من النقطة إلى نهاية الجملة وإجابتي ستكون صحيحة إذن ولكن أنا فقط أحتاج إلى disabled people are marginalized by the government يعني الأشخاص المعاقين هم مهمشون من طرف الحكومة ولكن أنت مرة أخرى في الامتحال الوطني يمكن لك أن تكتب الجملة كما هي والجملة تذكر جيدا أنها تبدأ في النقطة وتنتهي في النقطة وهذه الجملة من طبيعة الحال فهي تؤكد لنا ذلك ولأنها تقول الأشخاص المعاقين هم مهمشون من طرف الحكومة marginalized يعني مهمش مهمش إذن الآن سأكتب هذه الجملة مباشرة سأكتب disabled people are marginalized by the government يعني الأشخاص المعاقين هم مهمشون من طرف الحكومة نمر إلى الجملة الثالثة تقول رجاء lost the ability to walk but not the ability to think يعني رجاء فقدت القدرة على المشي ولكن لم تفقد القدرة على التفكير إذن ابحث عن هذه الجملة التي تؤكد هذا في الفقرة الثالثة سنعود إلى الفقرة الثالثة وسنبحث عن جملة أو عبارة تؤكد لنا هذا الجملة الفقرة الثالثة فهي توجد هنا إذن لدينا هنا هذه العبارة I've lost the use of my feet but not the use of my brain يعني أنا فقدت استعمال رجلي ولكن لم أفقد استعمال عقلي إذن هذه الإجابة الصحيحة مباشرة لأن هنا تقول الجملة رجاء lost the ability to walk but not the ability to think يعني فقدت قدرتها على المشي ولكن لم تفقد قدرتها على التفكير إذن سأكتب I've lost the use of my feet not the use of my brain يعني أنا فقدت استعمال رجلي ولكن لم أفقد استعمال عقلي إذن هذه هي الإجابة الصحيحة وهذا فيما يخص هذا التمرين نمر إلى التمرين الموالي يقول Finding the text words or phrases that mean the same as يعني أوجد داخل النص كلمات أو عبارات التي لها نفس المعنى مثل Terrible Terrible في الفقرة الأولى Terrible تعني very bad أو really really bad يعني سيء جدا حين عدنا إلى الفقرة الأولى وبحثنا عن كلمة Terrible سوف نجدها هنا لأن Terrible تعني سيء جدا أو بشع هنا لدينا Horrific وهي كلمة كذلك Adjective Horrific Car accident يعني حادثة سيارة سيء جدا أو بشعة إذن Horrific هو Adjective له نفس المعنى مثل Terrible إذن سأكتب هنا Terrible Horrific مع ذلك سأكتبه Horrific ثم تانيا Crying Crying تعني يبكي أو تبكي وسأبحث عن هذه الكلمة أو تعبير له نفس المعنى مثل Crying في الفقرة الثالثة سأعود إلى الفقرة الثالثة وسأبحث عن كلمة أو عبارة لها نفس المعنى مثل Crying هنا لدينا رجاء تقول with tears in her eyes يعني مع أو بدموع في عينها من طبيعة الحال عندما نقول الدموع في العين فنحن نتحدث عن البكاء إذن هنا سأكتبه with tears in her eyes أو فقط tears in her eyes وهذه العبارة تعني من طبيعة الحال تبكي أو Crying ثم الكلمة الأخيرة وهي Obliged لاحظ أن هذه الجملة فهي في هذه الكلمة أعتدر هذه الكلمة فهي فعل ويوجد في زمن الماضي لأن لدينا هنا إيدي في آخر الكلمة إذن سأبحث في الفقرة الرابعة عن كلمة توجد كذلك في زمن الماضي وهي فعل يوجد في زمن الماضي من طبيعة الحال لأن هنا لدينا هذا الفعل في زمن الماضي تذكر هذه الطريقة جيدا إن أعطوك adjective كما تلاحظ هنا terrible سأبحث عن adjective horrific وإن أعطوني فعل ويوجد في زمن الماضي سأبحث عن فعل يوجد في زمن الماضي إن أعطوني فعل يوجد في زمن الحاضر سأبحث عن فعل يوجد في زمن الحاضر إذن obliged سأبحث عنها في الفقرة الرابعة كما تلاحظ الفقرة الرابعة هي تبدأ من هنا وسأبحث عن كلمة obliged وهي توجد هنا forced كما تلاحظ هذه الكلمة كذلك تنتهي ب-ed في آخر الكلمة إذن توجد في زمن simple past زمن الماضي إذن هنا سأكتب forced كما تلاحظ تنتهي كذلك ب-ed إذن هذه مساعدة لأنه في الامتحانات الوطنية دائما يعطوا هذه الكلمات على هذا الشكل ثم التمرير الأخير يعني على ماذا تعود الكلمات التي وضعنا تحتها خط في النص هنا لدينا her ماذا تعني her باللغة العربية her هي تعني هي وتعود على الأنت بالنسبة لهم فهي هو تعود من طبيعة الحال على الرجل الذكر المذكر إذن هنا لدينا her ونحن نعرف أن her تعود على الأنت يعني إن عدنا إلى النص فسوف نجد أن النص كله يتحدث عن أنت واحدة ليس إثنان أنت واحدة وهي رجاء كما تلاحظ النص كله يتحدث عن أنت واحدة وهي رجاء إذن في مثل هذه التمرين لا تضيع النقط لأن الإجابة بسيطة جداً لأن النص كله يتحدث عن فتاة واحدة إن قرأت النص كله ستجد اسم فتاة واحدة وهو رجاء فتيحي إذن هنا سأكتب her يعني صراحة من العار إن كنت تتابعه هذه الفيديوهات أو إن كنت تدرس في سنة الثانية بكالوريا من العار ألا تجيب على هذه العبارة her لأن النص كله يتحدث عن فتاة واحدة وهر تعني هي أو ها باللغة العربية ها يعني تعود على الأنت من طبيعة الحال والأنت الوحيدة في النص هي رجاء ثم these citizens يعني هؤلاء المواطنين في الفقرة الخامسة سنعود إلى الفقرة الخامسة وسنرى على ماذا تعود هذه الكلمة these citizens إذن سنقرأ الجملة وسنرى على ماذا تعود كلمة these citizens وتعني هؤلاء المواطنون one official at the ministry agrees that the current laws يعني أحد الأطر في الوزارة اتفق أن القوانين الآنية are incomplete ليست كافية and do not deal with the problems of disabled people as a whole ولا تتعامل مع مشاكل الأشخاص المعاقين عامة he admits that Morocco still has no policies in place to allow these citizens يعني يقر أن المغرب لا يتوفر على سياسات للسماح لهؤلاء المواطنون إذن من هم هؤلاء المواطنون من طبعة الحال فهنا نتحدث عن أشخاص وهؤلاء الأشخاص هم disabled people يعني الأشخاص المعاقين لاحظ أن الفقرة كلها تتحدث عن نوع واحد من المواطنين وهو الأشخاص المعاقين إذن من طبعة الحال these citizens فيتعود على الأشخاص المعاقين إذن هنا سأكتب disabled people أو يعني disabled people أو disabled فقط disabled people كان علي أن أكتب disabled people إذن هذه هي الإجابة الصحيحة إخواني إذن إلى هنا نأتي إلى نهاية تصحيح هذا الامتحان أو طرق الإجابة على أسئلة الفهم في الامتحان الوطني إن كانت لديكم أي أسئلة يمكن لكم طرحها في تعليقات أسفل هذا الفيديو وأجيب جميع التعليقات إلى هنا نأتي إلى نهاية الفيديو إخواني شكرا لكم على المتابعة وأتمنى لكم حد سعيد في الامتحانات الوطنية كان معكم سيمو من قناة English with Simo Take good care, have a great day and bye bye